أعزينا الآن بسم الله الرحمن الرحيم مع التحليل بالوحدة الثالثة الغلاف الأرضي جيوسفير ونواصل الشرحة لهذه الوحدة بمتابعة المقاطح هنا وهذا المقطع يتناول التصحر وكما تناولنا من قبل الإنجراف وأيضا هو أحد العوامل الطبيعية لتلوث التربة التصحر يعرف بتدهور الأرض لنسبة لسوء استخدامه يؤدي لأفقدان الأرض لقدرتها البيوليين لقدرتها البيوليجية فلا تصلح لزراعة والرأي وكلمة فقدان الأرض لقدرتها البيوليجية أنشئ في مؤتمر سنة 1977 في مدينة نيروبي في دولة كينيا سبب الصحر إما عوامل طبيعية بسبب الظروف المناخية أو بتدخل البشر مثل الرأي الجائر وملوحة الأرض وذلك باستخدام المياه المالحة في الري وكلمة طبيعية هنا إما يعني جفاف التربة ويعني أيضا زحف الرمال ونتناول أكثر مساء هنا على ذلك أنه مثل منطقة الإحساء مشهورة بزحف الرمال في مولوكة عربية السعودية وليس تأثير زحف الرمال فقط على الزراع ولكن يتعداوي للخسائر البشرية مثل الطريق الهفوف الذي يربط المولوكة عربية السعودية بعد دول خليج مثل قطر والأمارات وسلطة عمان ويخترق الصحراء الحافورة وهذا طريق مشهور بالزحف الصحراء مما أدى إلى حوادث مرية وهذا أحد الجوانب السلبية بالنسبة للزحف الصحراوي مما أدى إلى سائر بشرية فقد هدد الزحف الصحراوي خمس المساحة الزراعية للكرة الأرضية حيث أن الأرض الصالحة للزراع لا تزيد مساحتها عن قمصارف من مساحة الكرة الأرضية ويمكن محربة الصحر ووقف زحف الرمال عن طريق طرق تسمى ميكانيكية أو عن طريق التسبيت أو عن طريق زراعة أشجار لوقف زحف الصحراء عن طريق الزراعة عن طريق الزراعة وهنا نرى أن أول ثلاث طرق تمتمع إلى الطريقة الأولى أي الطريقة الميكانيكية النقل نقل الرمال بواسطة الآليات حفل الخنات غير كسر حدة تدفق الرمال إنشاء حواجز مصدات وهذه الطرق بشكل واضح هي الطرق ميكانيكية والثلاث طرق التي تليها أربعة وخمسة وستة هي أربعة تقطية الرمال بالأسفل خمسة تقطية الرمال بخليط من الرمل الأسفل بنسبة واحد إلى خمسة الرشة الرمال موات كيميائية كيميائية مثبتة تؤدي إلى تماسك في باطل الرمل وهذه الثلاثة أيضا طرق ممكن تنسب إلى طريقة أو عملية تسبيت وطريقة الأخيرة نمرة السبعة وهي زراعة أجار لمقاومات زحف الرمال وهذه طريقة زراعية أي نزر أجار لنقائم زحف الرمال وبهذا نصل لشرح هذا المقطع بالنسبة لهذه الوحدة ونواصل شرح هذه الوحدة في مقاطع أخرى إن شاء الله